طب لو احنا اتكلمنا فنيا عن قندوسي ده هل الاهلي فعلا محتاج خدمات قندوسي؟ بس اقولك الحاجة الاهلي مدرسة مهمة جدا في قصة المنح لكل الصلاحات المدير الفني عايز اقولك ان الكندوسي كان داخل فيه مواجهة مع مين؟ مع محمد علي بالرمضان يعني هو الاهلي كان بيفكر يرجع يا محمد يجيب محمد علي بالرمضان يا ايه؟ يرجع قندوسي فالراجل قرر او فضل ان يكون مين؟ يا محمد علي بالرمضان بقى كده داخل مين لو تفتكري على الخط؟ عمر الساعي ايه تخيالي ان الراجل فضل على قندوسي عمر الساعي قالك عمر الساعي افضل من قندوسي عمر الساعي اللي هو يعني العيب صغير ولعيب صغير ولسه ده كولر ده كولر ده كولر كلهم لا عمر الساعي افضل اقوى في الالتحامات اقوى اطول بيقدر ياخد الكورات العلي يعني ابتدى يعدد المميزات بتاعة عمر الساعي وبالتالي لما الموضوع مكان ما بين عمر الساعي وما بين الكندوسي الراجل فضل ضم عمر الساعي رجل مش مقترح بكندوسي هتيجي تقول ليه لأنا لأ أنا بشوفه إن الكندوسي رعب جاي ولكن واضح إنه هو عنده مشكلة كبيرة جداً في الأتستيوب بتاعه عنده مشكلة كبيرة في التعامل فبالتالي هيكون منه فعلاً أنا بقولك هو ناجح فلوه عايزه هيكون منه صعب جداً إنه هو يرجع نادي أهل هيكون منه صعب جداً فبالتالي بس الأهلي عمره برضو ما يسيبه فريق ما كنت رس أقول عمر الأهلي ما يسيبه فريق يعني أكيد الإدارة برضو هتتدخل بشكل أكثر زكاء من الكندوسي وصي خلايا نشوف نتجي التحقيق وفي تحقيق كبت محمد رمضان المفروض يعني هيحق معاه ونشوف نتجي التحقيق هو قال انتهامات خطيرة جداً يعني قال انتهامات خطيرة جداً ضد الناس النهر ده شفنا تصريحات جعفر النساني ونشوف نتجي التصريحات زين الدين بالعيد نفسه زين الدين بالعيد اتحدث مع أحد المواقع واكد انو ده ما حصلش خالص وانو العلاقة مع الأهلكت محترمة جداً أرسام? قولنا كده في المقال لاه ده هو تصريح ليه هو اللي قال قسمك من كلامنا و Punعلومتنا أفرسام زين الدين بالعيد بغضمة لسانه وأتكلم مع أحد المواقعك كبيرة وقال ان ده ما حصلش وانو العلاقة مع الأهلكت محترمة جداً والتفاوض تم بطريقة احترافية احترافية مظهور وانه هو فضل ينتقل لأوروبا عمد طبيعي عادي انا ممكن يكون جاي لعرض من الاهلي بس جاي لعرض من الأوروبا فضلت لعرض الروبي دي حاجة وقصة ان الاهلي يفرد عليك وكيل وقصة اصلي مش عارف ايه لا ده كلام عايبي يتقال وعايبي يتقال من لعب كبير زي كوندوسي